في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 38 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2441 استوانات بوتاجاز وضبط 27 قضية مواد بيترولية بمضبوطات بلغت 244 ألف لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11055 قضية السلع غزائية وتمونية بمضبوطات وزنت قرابة 2631.5 طن السلع غزائية وتمونية متنوعة وكذلك ضبط 5040 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 93 طن كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 86.5 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2881 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت قرابة 746 طن كما تم ضبط 250 قضية استلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 203 طن سلع مدعمة متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع مليون وواحد واربعين ألفاً وثمانمائة واربعين واربعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها سلسمائة وسلاسة وسلسون ألفاً وثمانمائة وسلاس وستون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد سلاسة ألاف وسبعمائة وسبعة وثمانين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائتين وسلاس سائقاً منهم كما تم المرور على سبع وعشرين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد مائة واربعة وثلسين من سائق حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعاً كما تم فحص مائة واثنتين وسلاسين مركبة وتبين عدم مطابقة أربعة مركبات لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع سلسة مائة وخمس وسبعين سيارة واثنتين وسبعين دراجة نارية متروكة ومتهلكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط ألف ومائتين وتسع وسبعين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها عن ضبط ألف وثلاس وستين مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط ألف ومائتين وتسع واربعين مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط سلسة ألاف واربعمائة وسبعة مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط سلسة ألاف ومائتين وخمس واربعين مخالفة ملصقات وضبط واحد واربعين محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1195 قضية ومخالفة أبرزها حيادة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 74 ألف واثنتين عشر قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69 مليون ومائتين وواحد ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 186 قضية من بينها 107 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 47 قضية بقيمة مالية بلغت 110 مليون ومائتين واثنين وخمسين ألفا وستمائة وتسعة وستين جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألف وتسعمائة وخمسين قضية بقيمة مالية بلغت قرابة 3 مليار وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة سمانية ملايين واربعمائة وتسعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرين جنيه